لا تقف نيران التطرف عند مسجد أو كنيسة أو كنيسة، لكن لا يبدو أن الجميع يدرك ذلك، خاصة في الغرب. قد يبدو هذا حريقاً عادياً، خاصة وأن وسائل الإعلام الأمريكية لا تشير إلى تفاصيله التي قد تقود إلى أسبابها. يأتي حريق مركز القبة الإسلامي في هيوستن بولاية تكساس بعد جريمة نورث كارولاينا، التي راح ضحيتها ثلاثة شباب مسلمون. جريمة لم تلقى نفس التعاضد والاستياء العالمي الذي لقاته جرائم أخرى وقعت في الفترة الأخيرة في عدد من الدول الغربية. كثيرون يعكسون ما حدث في نورث كارولاينا أو تكساس، ويتسألون ماذا لو أن مسلماً غير كريك ستيفن قتل أشخاصاً غير ضياء ويسر ورزان؟ ماذا لو أن مسلماً تورط في إحراق إحدى دور العبادة المسيحية أو اليهودية؟ هؤلاء يعرفون الجواب مسبقاً، يدركون أن المجتمع الذي يعيشون فيه متناقض، وبدأ يصدر تناقضاته للعالم. العديد من الدول قالت إنها وبعد الحوادث التي شهدتها مجتمعاتها، اعتمدت برامج اجتماعية لإدماج الفئات التي قد يظهر التطرف بينها. لكنها لا تحرك ساكناً عندما يظهر التطرف من فئات أخرى كريك، الذي لا يتقبل فكرة أن يجاوره أشخاص كضياء ويسر ورزان، وأن يكون جزءاً مثله من المجتمع.